منذ سيطرته على الحكم في السودان في الحاق عشر من نيسان الماضي يسعى المجلس العسكري لكسب مزيد من الوقت من أجل إحكام قبضته على السلطة من دون أن يأبهل الضغوط الداخلية والخارجية ولا حتى الاستفادة من التجربة التي أسقطت الرئيس المعزول عمر البشير رغم السطوة التي كان يتمتع بها تضحت المماطلة من خلال موقف المجلس العسكري من الوساطة الإثيوبية التي نجحت في الحصول على دعم كبير من الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي كما حازت أيضا على موافقة غير مشروطة لقوى الحرية والتغيير وترحيب واسع من أعضاء المجلس العسكري قبل أن يتراجع الأخير عن موقفه ويعلن رفضه للمبادرة ورقة الوساطة الأفريقية كانت قد أقرت الشراكة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير وأيدت بدء التفاوض من حيث انتهت آخر جلسة قبل مجزرة فضل اعتصام الخرطوم مطلع حزيران الحالي وجاءت كل المقترحات لصالح قيام سلطة مدنية في البلاد وهو أمر عدا عن كونه خيارا شعبيا وجد أيضا دعما إقليميا ودوليا لا سيما من الاتحاد الافريقي الذي منح مهلة للعسكريين لتسليم السلطة لحكومة مدنية في فترة أقصاها الثلاثين من حزيران الحالي وإلا سوف تتوالى العقوبات على سودان وهو ما عد ضربة للمجلس الذي كان يعد العد للانفراد بالمجهد عبر رفض الوساطة وإلغاء الاتفاقات السابقة مع المدنيين فضلا عن تحركات قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان داقلو حميدتي والذي بات المتحكم الأول في صنع القرار داخل المجلس العسكري وسط غياب لرئيس المجلس عبد الفتاح البرهان القيادي بالتجمع إسماعيل تاج قال إن رفض المجلس العسكري للوساطة الإثيوبية يدفع للمضي إلى الأمام في التصعيد الثوري والإعداد لموكب مليوني حدد في يوم الثلاثين من حزيران محذرا المجلس العسكري من مغبة الاستمرار في التعدي على وسائل التعبير السلمي وإطلاق الرصاص على المتظاهرين ويزيد التعاطف الشعبي مع موقف الحرية والتغيير صانعة الثورة من فرضية نجاح حملاتها التصعيدية التي باتت تعرف بالموجة الثالثة باعتبار أن الموجة الأولى أسقطت البشير والموجة الثانية أسقطت وزير الدفاع السابق عوض بن عوف بينما تسعى الموجة الثالثة لإسقاط المجلس العسكري ترجمة نانسي قنقر